أهلا بكم يحتفل الأردنيون بالعيد السادس والخمسين لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن بأسمى معاني التهنئة لجلالته متمنين له أعواما مديدة مباركة ملؤها الخير والبركة في قيادته للمسيرة الأردنية الميمونة فالأردن بقيادة جلالته ووعي أبناء وبنات شعبه يمضي قدما في مسيرة الإصلاح والبناء والإنجاز وبهذه المناسبة قام جلالته بزيارة إلى كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية التابعة للجامعة الأردنية التقى خلالها عددا من طلبة الكلية حيث شدد جلالته في جرسة حوارية معهم على ضرورة أن يتخلى الشباب عن بعض مفاهيم الأجيال السابقة بالتعاطي مع العمل السياسي وفق العشيرة أو الفئة أو المنطقة ودعاهم إلى الخروج من هذه الدائرة نحو اعتماد حقيقي على الكفاءات القادرة على تشكيل أحزاب واضحة الملامح والأهدى وطلب جلالته من الشباب أن يمارسوا ضغطا مستمرا على السياسيين ومجلس النواب لإيصال أصواتهم بأن الشباب قادر على صنع التغيير والنهوض في الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة إذا بدنا نغير الاجتماع مش بس من فوق لازم يكون من تحت فأنا متفائل وبشجعكم إذا فيه إشي احكوا بصوت عالي اضغطوا على على سياسيين في البلد النواب المسؤولين لأنه كمان هم لازم يتعلموا منكم وإذا ما نحن بدنا نغير أملي فيكم أنه لتظلكم ساكتين تحكوا بصوت عالي وأنا متفائل جدا على المستقل أدونا أسف وشكركم جميعا على هذا المناسبين شكرا